في الفترة الاخيرة ابتدت الشركات تتكلم كتير عن الثاندربولت سري ايه ده اصدار تالت طب امتى وازاي وفين اصلا الاصدار الاول والتاني الوقت راح فين الثاندربولت عزيزي المشاهد اول ظهور كفكرة قيد التطوير كان في 2009 وكان باسم لايت بي الفكرة عمتا منه انه يقدر ينقل داتا بسرعة اعلى من وإلى وحدات التخزين او حتى اجهزة ناس او اجهزة بي سي بينها وبين بعضها مع كابلات طولها اكبر واول مرة ابتدى يتباع فيها بصورة رسمية كان في 24 فبراير 2011 وتم تغيير اسمه من لايت بيك لثاندربولت تقنية دي تم تطورها على ايد انتل بالتعاون مع شركة قبل الفكرة الاولى في التصميم اللي جاي من الاسم ان يكون معتمد على الاوبتيكال تكنولوجي لكن كابلات النحاس من وجهة نظر انتل كانت افضل في التجربة وارخص من حس تكلفة التصنيع وتقدر تنقل داتا وفي نفس الوقت شحنات كهربائية تقدر بعشرة وقت عشان تقدر تشحن الاجهزة اللي هتتوصل بيها يعني نقدر نقول ان الثاندربولت بيقدر ينقل داتا ويقدر يشحن اجهزة في نفس الوقت رجوعا الى مرجوعنا الجيل الاول من الثاندربولت كان معتمد على تصميم الميني ديسبلي بورت كان بيقدر ينقل داتا تقدر بعشرة جيجابيت في الثانية الواحدة اول ظهور للبورت ده او لوسيلة نقل الداتا كانت في اجهزة قبل بما انها واحدة من مطوريه مع انتل بس الحقوق كلها كانت ملك انتل بعدها ابتدى يكون موجود في اجهزة لابتوب تانية زي السوني فيو زد واحد وعشرين في 2013 انتل اعلنت عن الجيل التاني من الثاندربولت ومعتمد على متحكم باسم فالكون ريج قادر على نقل داتا بسرعة توصل لعشرين جيجابيت في الثانية الواحدة عن طريق قناتين من الجيل اللي فات كل قناة منهم سرعتها عشرة جيجابيت فغالبا كده كل اللي تم من ناحية انتل في الجيل التاني هو الدمج بين قناتين توصيل في قناة واحدة بالعامية انتل جابت قناتين او اتنين بورت وحطتهم في بورت واحد وطبعا كانت اولى الشركات اللي بتدعم التصميم الجديد كانت قابل اكيد ونفس شكل المنفس في الاصدار الاول هو هو نفس الشكل في الاصدار التاني لكن بسرعة اعلى ايا كانت بقى انتل عملتها ازاي المهم ان فيه سرعة اعلى وده المهم مش المهم الوسيلة المهم النتيجة لان النتيجة هي اللي هتحدد نفعية منتج على التاني اي نعم الوسيلة بتوري قد ايه فيه شركات بتتعب عن شركات وفيه شركات بتستسهل وتلزق كابلين في كابل واحد ولسخريات القادر يعني كان اول تعليق من انتل على بروسيسورز ايبك كان انهم جايبين اربع ضاي ولزقينهم مع بعض شوف يا اخي الايام المهم ان سرعة نقل الداتا اللي بيقدمها التاندر بول 2 كانت تقدر تخليه قادر انه يعرض محتوى على دقة عرض 4K وفي نفس ذات اللحظة كنت تقدر تنقل ماتيريال 4K عادي جدا وده لان الاصدار التاني بيدعم بروتوكول الدسبلي بورت 1.4 ده غير ان عشان البرت نفس بورت الاصدار الاول فتقدر انك تشغله معه عادي جدا بباكورد كومبوتابيليتي بس طبعا زي ما احنا عارفين مش تستفيد بسرعة البورت الجديد والموضوع ما فضلش حكرة على اجهزة قبل اسوس كانت اولى الشركات اللي جابت البورت ده لماركة الكونسيومر في البورت زد 87 ديليكس كواد فالاصدار التاني بيقدر ينقل داتا كوظيفة اساسية ويشحن الجهاز اللي متوصل عليه كوظيفة تانية ويتضاف عليه وظيفة تالتة انه ينقل صورة بجودة عرض 4K وفي نفس الوقت ينقل ويشحن الداتا بدون اي مشكلة او يعمل اللي فات كله وبدل شاشة واحدة شاشتين 1440 بي لحد كده والدنيا تمام وظيف وسرعة ما كانتش موجودة قبل كده للأسف الدنيا ما كانتش تمام حجم الميني ديسبلي بورت بالنسبة للبي سي مش حاجة يعني واحد من اصغر البورت حجما بعد الميني اتش دي ماي وستري بوينت فايف للصوتيات فمش فارق كتير لكن بالنسبة لللبات كان عامل مشكلة لان اللبات او مصنع اللبات بمعنى وضك دايما كانوا بيحاولوا انهم يخلوا اللبات كل سنة عن التانية اسرع وحجمها قل فانهم ينزلوا بورت بالحجم ده عشان السرعة كان بيأثر على الحجم فاكتصر تواجده على اللبات من الفاء العليا اللي مواصفتها هتبرر حجمها الى ان ظهر اليو اس بي طايب سي اليو اس بي طايب سي من اهم مميزاته انه ما بيستهلكش مكان كبير من هيكل الجهاز بيتركب في اي اتجاه مش محتاج تقعد تلفة في الكابلة عشان يركبه في الاخر الوضع الاولاني كان صح ثلاثة ابتدت تدعمه اجهزة كتير بقى مبرر عشان اجهزة الاندرويد المختلف اربعة والاهم انه بيقدم سرعة اعلى بس على حسب انهي اصدار يعني لو الاصدار 3.1 فهو مش مختلف عن اليو اس بي طايب اي 3.1 في حاجة اما لو الاصدار اليو اس بي 3.1 جين 2 او نقدر نقول 3.2 فده مختلف لانه بيقدر ينقل داتا بسرعة 20 جيجابيت في الثانية الواحدة سرعة نقل الاصدار التاني من الثاندربولت لو فاكر وفي 2019 هي السنة الحالية احتمال اننا نلاقي اليو اس بي 4 اللي هيكون عبارة عن بورت بين الداتا بسرعة توصل ل40 جيجابيت في الثانية الواحدة اللي بالمناسبة هي نفس السرعة اللي بيقدمها الاصدار التالت من الثاندربولت الاصدار التالت يا سيد الرئيس هو اللي عملت ضجة كلها يعني الاولانين كانت ليهم ضجة سرعة واستخدام لكن ده ليه ضجة من نوع تاني اولا الاصدار الجديد بيقدم سرعة ضعف الاصدار التاني اللي هي ضعف الاصدار الاول قادر على تشغيل شاشتين عرض في وقت واحد او شاشة واحدة فور كي مية وعشرين بيقدر يمد اجهزة ببور يقدر بمية وط في النسخة النحاس منه فيه منه النسخة بتكون اطول بس بتنقل داتا بس فخلي بالك من النقطة دي السرعة اللي بيقدمها تقدر بخمسة جيجابيت في الثانية الواحدة اللي هو الاربعين جيجابيت على تمانية اللي هو عدد البيت في البيت الواحد هيطلع لك الرقم ده الرقم ده يخلى استخدامات الثاندربولت كتيرة ومتعددة منهم انه ابتدى يهدم معتقد انه ما ينفعش تركب كارت شاشة خارجي لللابتوب غير الداخلي اللي موجود عشان تقدر تلعب ده لو في حالة ان اللابتوب بتاعك مفوش غير الاي جي بيو من انت كيوناب مثلا من الشركات اللي بتستخدم الثاندربولت في عدد كبير من اجهزتها لدرجة انهم بيقولوا انك لو مخز الماتيريال على الناس ستورجو في نفس الوقت عاوز الماتيريال دي انت مش محتاج تنقلها وبعد كده تحطها على البريمير مثلا كل اللي هتعمله انك بس هتاكسس مكان الماتيريال وهتشتغل عادي جدا بدون ما تحس ان في بطء زي ما شفنا في معرض كومبي تاكسي 2017 لان ماتيريال فور كي تنقلها بسرعة خمسة جيجا بايت في الثانية الواحدة سرعة الايم دوت تو بي سايكس بريس ما بيجيبهاش دي ميزة وممكن تستخدم البورت ده مع ادابتور تين جيجا بيت للشبكة مثلا زي الكيوناب تي تلتمية وعشرة جي وان تي في البداية الادابتور ده في منه نسختين نسخة بتنتهي بالتي وده بيكون فيها عشرة جيجا بيت ام بي ستي من نوع ار جي فورتي فايف بسرعة عشرة جيجا بيت والكيبل المرجح عشان يقوم بالعملية دي هيكون الكات سيكس اي والنسخة التانية بتكون العشرة جيجا بيت من نوع اس اف بي بلاس ده البورت الاوبتيكال اللي بيحتاج كيبل معين عشان تقدر تستخ الادابتور معتمد على شريحة اكوينتا اي كيو سي مية وسبعة الشريحة لو تفتكر هي نفس الشريحة اللي موجودة في واحدة من اعلى البرد لسوكت تي ار فورت الزينس اكستريم العادية وكان عبارة عن كارت بيتركب على البي سي اي اكس بريس اما النسخة الالفة الجديدة منها الكارت ده بيكون بلت ان في البورت الادابتور تصميم ببسيط جدا اتجاه فيه بورت تاندر بورت المعتمد على شكل يو اس بي طايب سي والاتجاه التاني هيكون فيه اللان الارجي فورتي فايف بسر هم فيه شريحة ومشتط ومروحة تبريد لان على حسب كلام كيو ناب ان الادابتور ليه درجة حرارة معينة بالاعتماد على نوع الكابل المتوسط والمسافة يعني الكابل الكاد سيكس اي المقترح مع الادابتور ده لو طوله مية متر فمن المفترض ان الادابتور ده درجة حرارته تكون خمسة وثلاثين درجة لو طوله خمسين متر المفترض ان درجة حرارة الادابتور ده هتكون اربعين درجة فواضح كده ان على حسب كلام كيو ناب ان كل ما المسافة زادت كل ما درجة حرارة كانت اق والكلام ده كله طبعا بالتقريب لان الموضوع محكوم بدرجة الرطوبة الادابتور عشان يشتغل بكل كفاءة على الويندوز واللينكس بيكون محتاج درايفر خاص به اما لو انت من الابل فان بوي فانت مش محتاج الا ان يكون معك اخر اصدار من الماك او اس او تبتدي باصدار تين بوينت ثرتين بوينت ثري وتوصله في الثاندربولت اللي شبه اليو اس بي طايب سي وتشتغل على طول خلي بالك ان البورت شكله هو هو شكل اليو اس بي طايب سي لكن مش معنى كده ان لو اللاب او الجهاز فيه طايب سي هيشتغل عادي جدا لا مش هيشتغل هل يختلطوا الزيتو بالماء؟ الفكرة ان الشيء اللي بيربط بين الادابتور والجهاز يا شريحة التايتن ريج الشريحة الخاصة بالثاندربولت ثري فانت لازم جهازك يكون دعم بشكل اساسي للثاندربولت ثري عشان تقدر تستفيد بالادابتور ده العشرة جيجا بيت في النقل فالادابتور فكرة كويسة وفكرة من ضمن افكار كتير موجودة افكار هتكون موجودة طول ما البورت بيقدم السرعة دي ويقال ان الاصدار اللي جاي من الثاندربولت هيكون ضعف السرعة الحالية فقدر تعتبر ان الثاندربولت بسرعة عامة ميزة لها استخداماتها بسبب سرعتها العالية لان كمل الاستفادة اللي ممكن تستفيده من بورت بالسرعة دي كتير جدا مش مجرد ادابتور لان عشرة جيجا بيت لكن الاجهزة اللي تستفيد من الادابتور ده الاجهزة المعتمدة على الواي فاي في الاتصال بالشبكة بشكل رئيسي ودي كثيرة جدا بالاخص من شركة قبل عشان تحافظ على السمك القليل اللي اجهزتها اضطرت انها تضحي بمكونات كتير منها اللاند بورت على سبيل المثال ففكرة انك تستخدم الثاندربولت عشان تفتح مجال لاستخدام مكونات اكتر مش موجودة بالاساس دي حاجة كويسة جدا وهتخليك تنقل ملفات اكبر بسرعة عالية طول ما انتخطت في الحزبة الكابلات والاجهزة من روتر وسويتش بدعم للعشرة جيجا بيت اسمع واحد بيقول لي طب انا شايف ان انا كده ما استفدتش بالسرعة كلها لان انا محكم بالعشرة جيجا بيت في حين ان اصدار التالت على كلامك بيقدر ينقل اربعين جيجا بيت في الثانية الواحدة صح معاك حق جدا بس خلي بالك ان التوجه حاليا هو العشرة جيجا بيت في السويتشات والروترات على القلب وشركات البي سي ابتدت في الفترة الاخيرة تضيف الاثنين ونص جيجا بيت فالموضوع مش بالسائل وبياخد وقت لان السرعات عشان تكون موجودة لازم كل حاجة تكون بتدعمها وسانيا انت الادابتور ده بلجن بلايه يعني هتستخدموا وقت الحاجة ووقت ما تكونش عاوزوا يشيلوا واستخدم البرت في اي حاجة تانية انت عاوزها نيجي بقى للكلام اللي بيزعل هو السعر سعر الادابتور ده هو 198 دولار ده قريب جدا من سعر كارت الشاشة الواحدة انا عارف انك هتقول انه غالي خلينا اقول لك ان ده السعر طبيعي جدا لان اساسا الفئة اللي بيكون موجود فيها الثاندربولت سري من اجهزة سعرا ومواصفاتا هي غالية الكابل نفسه سعره حوالي 40 دولار لو كارت بي سي اي اكس بريس بنفس الشريحة ونفس السرعة طبعا سعره حوالي 165 يورو اي ما يوازي 184 دولار ده غير طبعا انك محتاج الادابتور اللي يربط بين الكارت العشرة جيجابيت وبين الكابل والثاندربولت القصد يعني ان سعره عادي جدا وطبيعي مقارنة بالوظائف اللي بيقدمها والطبيعي جدا ان لو الحلقة دي عجبتك تعمل لايك وتشترك في قناة عرب هاردوير عشان يجيلك اشعار بالحلقات اللي جاية وما تنساش تسيب لنا رأيك تحت في التعليقات وكالعادة نشوفكم في الحلقة الجاية اشتركوا في القناة